بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر ثاني مدانيكس عن دفلويد ميكانيكس مع المحاضرة السادسة من الدرس الأول Energy and Energy Transfer في هذه المحاضرة إن شاء الله سوف نأخذ تعريف Stationary System وأيضا في الجزء الثاني من هذه المحاضرة سوف نأخذ تعريف الwork Stationary System كنا قبل في المحاضرة الثانية أخذنا تعريف System أو نظام فقلنا إنه نظام عادة هو System أو الشيء المراد درسه يحده للبoundary وكل ما هو برا نظام يعتبر surroundings of this system So Stationary System كلمة Stationary is a system whose velocity and elevation of the center of gravity remains constant during a process يعني ماذا؟ يعني إن الصرعة تساوي constant وأيضا الإليفايشن أو الزد تساوي constant كنا قد شفنا إنه تعريف potential energy تساوي m g z بما أن z هنا تساوي constant g والكتلة ثابتين فإذا potential energy تساوي constant نفس الشيء بالنسبة الكانيرك انرجي كانيرك انرجي تساوي نصف الكتلة بسرعة تربيع بما أنها السرعة ثابتة فإذاً والكتلة ثابتة فتصبح كانيرك انرجي تساوي constant فهنا يمكن اختزال الأمر أنه potential energy تساوي constant and canerac energy تساوي constant بما أنهم الاثنين ثابتين هال stationary system the changes in canerac and potential energies are zero بالطبع هنا لما يكونوا ثابتين فهذا يعني إنه delta canerac energy و delta potential energy ما في تغير يعني إيش يساوي الاثنين سفر طيب بما أنهم يساوي سف فإذاً تصبح total energy اللي شفناها المحاضرة الماضية اللي هي تساوي delta total energy تساوي delta internal energy plus delta potential energy plus delta canerac energy كم راح تساوي شباب؟ بما أنه عندي delta canerac energy and potential energy يساوي U سفر فتصبح delta total energy تساوي H تساوي delta U أو delta internal energy يعني variation of total energy is due only to variation of internal energy هنا فقط إمتى نرقى المعادلة هذه في حال stationary system وببعض المسائل تعطى كلمة stationary system بدون الإثارة إلى canerac or potential energy يعني ما فيه ولا معلوم عنهم فهنا نفهم توالي إنهم الvariation of canerac and potential energy is equal to zero تعريف اللي بعده زي ما قلناهم في الأول إني راح نعطي لمحة على الwork فرح نعطي تعريف الwork الwork is easily defined as the force F acting through a displacement X يعني هو القوة التي تؤثر خلال displacement X where the displacement is in the direction of the force يعني هنا في أكثر من شيء في force acting تؤثر خلال force acting خلال displacement X والforce هذه تكون في نفس الإتزاه حق displacement فالwork فهنا يرمز 1 2 يعني إيش يعني 1 هو state 1 2 هي state 2 يمكن أيضا في بعض المراجع تكتب work 1 2 2 في بعض المراجع الأخرى تكتب work 1 سهم 2 وهكذا دوليك فإشارات هذه من ثلاثة يعنيوا إنه من state 1 إلى state 2 تساوي variation of integral of delta work تساوي integral of f dx فهنا نقدر نقول إنه infinitesimal work work يساوي f dx رح نرجع إن شاء الله للإشارة هذه إيش نقصد بها يعني الإشارة هذه إيش رح نقصد بها طي هنا رح ناخذ كconvention between us إنه لما يكون الwork down by the system يعني إيش يعني الwork منتج من السystem فرح ناخذ الwork يساوي أو موجب لما الwork be down on the system يعني يتم إلقاء الwork في السystem فرح ناخذه بسلب لما ناخذ الرسمة هذه اللي رح تعينا إن شاء الله الwork اللي يدخل للسystem والwork اللي يدخل للسystem فعين إيش قلنا down by the system رح يكون إيش موجب down on the system رح يكون إيش سلب وهذه زي ما قلنا convention convention هذه رح تعطينا بعدين معادلة رح نرجع إنه حسب الاتفاق اللي اتفقناها الآن في المحاضرات أو في المقرر هذا هي رح تفرض علينا المعادلة هذه ويمكن المعادلة هذه تختلف في بعض المراجع لو اعتبروا عكس convention لأخذناها أحنا هنا طيب تعريف الأخير في هذه المحاضرة هو تعريف الpower الpower is the time rate of doing work and is designated by the sample w dot فإذا w dot أو the power is equal الwork على time الwork اللي نتحق to is joule time second فإذا الpower is equal joule per second أو زي ما نعرفو أحنا what w أو what فهنا ننتبهوا أنه هذه what يعني وحدة وهذه work ننتبهوا هنا شباب ما نخلط الحرفين مع بعض هنا أنكم خلصت المحاضرة هذه فقط أود سؤالكم هل أنه الwork لما يدخل للسيستم موجب أو سهل أيضا نفس السؤال بترحو لو الwork يخرج من السيستم هل هو موجب أو سهل السلام عليكم ورحمة الله